وخلال كلمته في احتفالية ملء بحيرة سد جوليوس نيريري أضف شكري أن هذا المشروع يعد تأكيدا على التزام مصر بدعم جهود التنمية ليس في تنزانيا فقط بل في دول حوضنيل مشيرا إلى دوره جهود الشركات المصرية في المشروعات التنموية في القارة الإفريقية أصحاب السعادة بإجمال استثمارات 2.9 مليار دولار وقدلة توليد 2000 ميجاوات يعد مشروع جوليوس نيريري أحد أكثر المشروعات التموحة في مجال الطاقة في قارتنا وسيسهم بفعالية في تطوير تنزانيا وسيكون له أثر ملحوظة على حياة الأشقاء والشقيقات في تنزانيا